سيادتك ردت أقول لك أننا بهذا الرسم التشكيلي حاولنا أن نبين بعدين لما حدث البعد الأول أن المقاتل العراقي كان يقاتل تنظيم داعش الإرهابي وهدفه الأساسي هو المدنيين ولهذا تم رسم أحد الجنود وهو يحمل أحد أطفال الموصل لإخراجه من هذا الاستهداف الإرهابي بالجانب المقابل لها أن سيادتك بابتسامتك من ورائك الروح الاستمرار بالحياة لكل العراقيين فهذه الصورتين هما كانت اللي شفناها بأن الانتصار على الإرهاب هو بناء للعراق وهو بناء والحفاظ على العراق يعني هذا اللي نحن نمر بيه كمواطنين فما أعرف تلك المرحلة شون كنتم أنتم أيضا تمرون بيها أحسنت أشكرك أشكرك على هذا السؤال نعم نحن كان همنا كقطعات أمنية بصورة عامة لأن كانت المعركة معركة مشتركة بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية جهاز مكافحة الإرهاب الحجد الشعبي الحجد العشائري كل الناس الخيرين اللي خارج هذه المسميات اللي أيضا كانت أنفاسهم معانا بشكل جيد كلها اجتمعت باتجاه هدف واحد اللي هو القضاء على داعش ونتيجة هذا التلاحم ونتيجة هذا التفاهم ونتيجة الإيمان بالعمل المشترك تحقق الهدف وهو قضينا على داعش إن شاء الله واللي خف أحد من شعبنا الآن يسمع يقول لا زاله وغاكو تصير هنا وهناك غزوات أو فعاليات لداعش ذولي بقايا لا يمكن من خلالهم العودة إلى المربع الأول إن شاء الله إن شاء الله